أهلاً وسهلاً عائدات النفط العراق وأقليم كردستان كانت تأثير فيروس كورونا تأثيراً مباشراً والسؤال الرئيسي الآن الحياة المعيشية للناس كيف تسير إذا كان العراق إذا يمر العراق بأزمة اقتصادية ستمس أيضاً أقليم كردستان وإذا كان العراق لا يرسل العائدات النفط إلى أقليم كردستان لا يمكن لأقليم كردستان أن يوزع الرواتب ويقدم الرواتب على الموظفين والسؤال هنا هل يستطيع أقليم كردستان دفع الرواتب وهل سيستمر تمويل أقليم كردستان وإلى أي مدى هذه الأزمة ستؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي وأقليم كردستان سنستمر في هذا الحديث مع عضو في مجلس النواب العراقي أستاذ فيصل أهلا وسلم حضرتك بسبب انقفاض أسعار النفط ما مدى الضرر الذي يمسر اقتصاد العراقي بسم الله الرحمن الرحيم شكراً لكم ولمشاهديكم الكرام لا شك اليوم الاقتصاد العراقي بني بشكل خاطئ من عام 2003 إلى اليوم وتركز بشكل أساسي على عائدات النفط بشكل مباشر ولم يتم تحويل هذه العائدات إلى استثمارات حقيقية لا في الداخل ولا في الخارج وبالتالي مراراً حددنا وحذرنا نحن والمختصين والباحثين بأن الاقتصاد العراقي على وضع خطر يحتاج إلى معالجة كبيرة اليوم بعد أن وصل النفط إلى ما وصل إليه ونحن العراق بجولة التراخيص السيئة أيضاً تكلفت الإنتاج عالية جداً قياساً بالدول الأخرى بالتالي أصبحت هناك مشكلة كبيرة يعاني منها الاقتصاد العراقي الآن شهر آذار ربما استطاعت الحكومة أن توفر الرواتب لكن هناك مشكلة حقيقية ستكون لدينا في شهر نيسان أكيد العراق لديه فرص أخرى لديه مجالات أخرى لأنه يعالج لكن بهذه الإدارة ستبقى المشكلة متركزة ذلك نحتاج إلى أن نبحث بسبو الحقيقية لكيفية أولاً عدم جعل هذا الانخفاض بالسوق ينعكس على المواطن صاحب الدخل المحدود سواء كان موظف أو كان مشمول بالضمانة الاجتماعية أو كان يعيش على هذه الأمور بشكل أو بآخر وثانياً أن تكون القطاعات الأساسية مؤمنة للذات قطاع الصحة وقطاع الخدمات الأساسية لابد أن تكون للدولة آلية لتأمين الإنفاقات المطلوبة لهذه القطاعات وبيتصورنا أن هناك فرص جيدة ممكن إذا استثمرت بشكل صحيح أن تعالج هذه المشكلة حسناً هذه نقطة مهمة أن تكون هناك فرصة جديدة لحل هذه المشاكل لكن قبل أن نرد على هذا السؤال هناك تصريحات مختلفة حول استمرار دفع الرواتف في العراق وأنتم قلتم أنه يمكن في الشهر القادم تظهر مشكلة في هذا الموضوع إذا قلت لنا إلى أي متى إلى أي مدة يستطيع العراق أن يستمر في توفير مرتبات الموظفين بشكل واضح وصريح الاعتماد على النفط لن يستطيع دفع الرواتف إذا ما تحول إلى الأبواب الأخرى أو إلى الموارد الأخرى التي ممكن تعزز خزينة الدولة لن يستطيع العراق بالاعتماد الكل على النفط أن يوفر الرواتف لشهر نيسان أو شهر اللي بعده لذلك يحتاج وبالذات الآن بدأت هناك متطلبات حقيقية للإنفاق الآن فيروس كورونا يحتاج إلى مبالغ كبيرة والأرقام داد ازداد عبنة في العراق بالذات في الجنوب العراقي وبالتالي العملية يعني البلد مطلوب منه إنفاقات كبرى بعد الانسحابات للقوات الأمريكية من بعض القواعد ويجب على العراق أن ينفق إنفاقات كبرى على القوات الأمنية اللي حتى تسد شاغر بمكان قوات التحالف واللي كانت موجودة وبالتالي الإنفاقات كبيرة والواردات الاعتماد على النفط هو قليل الدولة لديها فرصة لو الآن أعادت النظر بجولة التراخيص تستطيع أن توفر مبالغ كبيرة لو أعادت النظر الآن إلى النظام النفط العراقي ليش الشركات النفط كلها مملوكة للدولة الآن لو الدولة تعرض جزء من أسهم أو جزء من نصيب أو حصة من شركات النفط سواء كانت الاستخراج أو الاستكشاف أو المصافي وعرضتها لبيع أسهم في سواق البورصة العالمية أو المحلية بالتالي هذا رح يوفر رأس مال كبير ممكن نعبر به هذه الأزمة وممكن أن نتخلص من النظام الاقتصادي اللي يفرض على العراق اللي هو نظام الدولة متمسكة بكل شيء وتعرض شركات النفط للاستثمار أو للقطاع المختلط لبيع جزء من أسهمها للمواطنين بالتالي أولا رح نوفر الآن سيولة نقدر نعبر به هذه المسألة وثانيا أن نخلص اقتصاد العراقي من سيطرة الدولة علي بشكل كامل وأن نتيحها للقطاع الخاص أن يدخل للاستثمار في هذه القطاعات المهمة حسنا هناك العديد من النقاط المهمة إذن هذا جزء من السؤال هو قد تكون هذه خطة طويلة الأمد وإستراتيجية أن تترك النفط أو جزء منه وتتجه إلى الأبواب الأخرى من الاقتصاد ولكن الخطة المستقبلية ما هي الخطة المستقبلية أو الحلول التي يمكن أن العراق تتجه إليها كي يحسن من أن يستمر حياة الناس الحياة المعيشية وأن يوفر الالتزامات الأخرى أيضا يعني هو الآن العراق أمام تحدياً تحدي آني أنه ضرورة أن يوجد مبالغ وسيولة مالية تجعل حياة الناس مستمرة لا تتوقف الرعاية لا تتوقف الإعانات لا تتوقف دعم الصحة لا يتوقف البطاقة التموينية هذا ضرورة هذا شيء عاجل ممكن أن يحل بأحدى الطرق ولكن يقال بأن ليس هناك سيولة ما ها هو هذا يقول هذا الحل السري هذا ممكن أن يحل بأحدى الطرق الآتية إما بيع أسهم من شركات النفط العراقية بيع جزء من أسهمها للمواطنين أو للمؤسسات العراقية الأجنبية ثانيا رفع الدعم الذي يقدم للمصاف العراقية الآن المصاف العراقية تأخذ سنويا بعد نزول النفط بحدود 6-7 مليار دولار فالآن هذا يجب مراجعته في هذا الظرف الحاكم وأن هذا الدعم يوجه لتوفير هذه السيولة قطاع الكهرباء قطاع الكهرباء العراقي يستهلك بحدود العشرين تريليون دينار عراقي بحدود 16-17 مليار دولار على مدار السنة هذا القطاع يجب بعادة المراقبة المتابعة هذه كلها حلول سريعة يعني هذه كلها حكومة تقدر تطبقها خلال شهر خلال شهرين وبالتالي بهذه العملية لو هذه بعدنا نتكلم بالحدود الآنية هذه الحلول إذا عجزت الدولة عنها الدولة تستطيع تذهب إلى سندات خزينة تذهب إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي تذهب إلى طبع العملة زيادة طبع العملة يعني العراق الآن يعني عنده فرصة أنه يطبع يعني فد عشرين خمسة وعشرين تريليون دينار عراقي ونبقى بالسيف ساعد وبالتالي هذه العشرين تريليون أو خمسة وعشرين ممكن توفر رواتب لخمس أو ستة أشهر قادمة وبالتالي هذه الحلول كلها آنية وسريعة تستطيع الدولة فقط تحتاج إلى قرار جري قرار اقتصادي ومالي ومدعوم بزخم سياسي وشعبي وبالتالي على النفط بشكل كبير ونذهب إلى تشجيع القطاع الخاص نذهب إلى تشجيع الصناعات المحلية زراعة المحلية وبالتالي اعتمادنا كشعب بشكل كامل على النفط لا بد أن نتخلص من هذا القيد لأنه هذا وصلنا إلى المرحلة التي وصلنا إليها حسنا ولكن إذا تلك الدوافع مثلا على وزارة النفط والمصافي وكذلك على قطاع الكهرباء لن يكون هناك مشكلة تواجه الكهرباء مثلا قطاع الكهرباء لا أبدا هو الموضوع الإنفاق يصير بسوء إدارة ليس يصير أن تحسن الكهرباء مثلا الكهرباء لا تجب مبالغ من المواطنين وبالتالي هذا الجباية هو ما لعلاقة بالعكس يمكن يحسن الكهرباء بعدما الناس تقتصد باستهلاكها للكهرباء لكن سوء الإدارة في وزارة الكهرباء يضيع على الدولة بحدود 16 مليار دولار سنويا وبالتالي هذه فقط تحسين الأداء فقط تحسين أداء الوزارة بالضغط بالتخطيط بالاستشارات ممكن نوفر هذه المبالغ بشكل آني شهريا ممكن نوفر مليار مليارين من هذا القطاع حسنا ذكرتني بشي حول سوء الإدارة في وزارة الكهرباء مرة قلت بأن سوء الإدارة في وزارة النفط يكلف سنويا 20 ترليون دولار وتحدث أيضا عن وزارة الكهرباء ماذا عن الوزارات الأخرى هل هناك أرقام حول سوء الإدارة مدى ضررها باقتصاد العراقي لا شك جميع مؤسسات الدولة تنفق بطريقة غير محسوبة وغير دقيقة وبالتالي هناك ضياعات كبيرة بالمبالغ لكن نذكر على الكهرباء والنفط لأن مبالغها كبيرة تروح للتربية تجد نص تريليون خمسمية ستم مليار دولار مهدورة بسبب سوء إدارة تروح للصحة تجد مبالغ قريبة من هذا الشي تروح لأي وزارة فيها هدر كبير لكن هذه الوزارتين لأن المبالغ كبيرة نحن دائما نركز عليها ونقول أن الدولة لازم تعيد حساباتها بإنفاقها بشكل عملي ودقيق ومحسوب يعني لما ننفق هذه المبالغ شنه المخرجات شنه الانتاج الذي يشعر المواطن لما أنفق بدون نتيجة يعني أنفق في كل سنة خمسمية ستمية مليار أو ربما تريليون على وزارة التربية ولكن بالمقابل المواطن يدرس بمدرسة طينية والكتب تجيب نهاية السنة وبالتالي شو معنى الانفاق يعني معنى انفاق غير مبرر أو ما ننفق على الصحة ننفق على الصحة مليارات وبالمقابل المواطن إذا أصاب أي مشكلة يجب يذهب إلى دول الجوار أو يذهب إلى مناطق أخرى حتى يحصل العلاج البسيط وبالتالي هذا معنى انفاق غير مدروس وفي غير محلة إعادة النظر في هذه الانفاقات ستوفر مبالغ كبيرة للدولة نستطيع عبور بها الأزمة الحالية الآن الاحتياطي النقدي في العراق كم هو وهل يستطيع العراق أن يستثمر أو يستخدم تلك الاحتياطي من أجر رواتب يعني إذا نقصد بالاحتياطي الاحتياطي الموجود في البنك المركزي فهذا حقيقة لا يمكن استخدامه هذا احتياطي هو غطاء العملة العراقية وهذا قيمة العملة العراقية في الأسواق العالمية وبالتالي إذا نقصد الاحتياطي هذا فهذا لا يمكن المساس به بأي شيء إلا على سبيل الاقتراض أو بأي سندات الخزينة لا يمكن ناخذ منه بشكل مباشر لأنه هذا موجود ضمن قانون البنك العراقي المركزي وموجود ضمن القوانين البنكية والنقدية العالمية هذا هو عبارة عن ذهب يغطي العملة العراقية لتحافظ على وضعها لذلك المساس به هو حالة خطرة وممكن نستفيد عن طريق القروض أو عن طريق دعم المبادرات مثلا البنك المركزي ممكن يدعم بعض المؤسسات بعض القطاعات بمبادرات ممكن أما ناخذ منه وننطي رواتب هذا الموضوع للقانون يسمح به ولا الحالة النقدية وإذا الدولة راحت بهذا الخيار فسينهار العملة العراقية ستنهار قيمتها في السوق العالمية وسيكون عبارة عن ورق سينعود كما كانت الحالة في زمن التسعينات عبارة عن ورق لا قيمة له لذلك حقيقة ما نحتاج هذا وإذا كنا نتكلم عن الاحتياط النقدي يعني احتياط وزارة المالية فوزارة المالية لديها بعض الاحتياطيات لكن هي لا تسد يعني لا تصل إلى قيمة الخمسة تريليون أو ستة تريليون شهريا اللي نحتاجها لدفع الرواتب لكن أنا أقول أن الدولة قادرة على أن تسدد الرواتب والمعونات الاجتماعية والنفقات الأساسية بأبواب أخرى دون أن نلجأ إلى هذه الطريقة دون أن نلجأ إلى البنك المركزي أو إلى الطرق اللي بيها مخالفات بإجراءات حقيقية نتابع فيها كيف نجبي المال ونتابع بها كيف ننفق المال الجزء الأولى من السؤال كان حول ما مقدار الاحتياط في العراق يقال 87 مليار دولار هل هذا الرقم صحيح يعني بحدود هذا المبلغ نعم هذا احتياط البنك المركزي أقل ربما بقليل من هذا الرقم العراق الآن هل يستطيع أن يقترض من البنك النقد الدولي وسابقا عندما كان يقترض لم يكن ملتزما كثيرا بالإجراءات التي كانت تفرض عليه هل يستطيع العراق أن يطالب بالقروض مرة أخرى من البنك بتصورنا أن وضع العراق الآن تقييمة في المؤسسات الخارجية ليس بالمستوى المطلوب العراق أجرح كثير من الإصلاحات ثم تراجع عنها إصلاحات في الوظائف وفي الرواتب وفي الإنفاق والآن مرة أخرى رد عادة وتراجع عن هذه الإصلاحات وبالتالي تقييمنا لدى المؤسسات المالية الخارجية ليس بالمستوى المطلوب يضاف إلى ذلك الوضع السياسي الخارجي الوضع السياسي الدولي هو أيضا ليس مع العراق بشكل مريح وبالتالي هذه كلها ستؤثر على أي محاولة لنا للاقتراض من هذه المؤسسات الخارجية لكن ممكن أن تعوض هذه القروض بقروض أخرى داخلية سواء من البنك المركزي أو من البنوك العراقية أو من صندوق التقاعد أو من أدت من القطاع الخاص يعني ممكن الدولة تقترض قروض كبيرة من القطاع الخاص دون الحاجة إلى الذهاب إلى الصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي قلتم إذا ظهرت مشكلة أو طفت على سطح في دفع الرواتب هل تعتقد بأن تمويل أقليم كردستان سيستمر أم ستم قطع أو يعني هي الرواتب العراقية واحدة ما ممكن أن نفرق بين رواتب أقليم كردستان ورواتب بقية جزاء العراق تعبد أن تفكر الحكومة بحل لمشكلة الرواتب أو المعونات أو البطاقة التموينية للعراق جميعا سواء كان في الإقليم أو في محافظات العراق البقية لكن هكيد هذا الموضوع يحتاج إلى مستوى تعاون أعلى من المستوى التعاون الحالي بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية لحل المشاكل العالقة والتفاهم على بعض الإشكاليات اللي حقيقة يعني خطة خطوات جيدة لكنها لم تحسم لحد الآن لأنه هذا التفاهم وهذه الحلول ستعزز مرة أخرى قضية الواردات لأنه نحن الآن ما زالت لدينا بعض الإشكاليات في المنافذ الحدودية في التعرفة القمرقية وهذه تؤثر على قيمة الواردات يعني الواردات التي ممكن تجبى سواء تجبى في الإقليم أو تجبى في بغداد لكن المهم أن تكون في أيدي عراقية هذا الموضوع لا زالت فيه إشكاليات ولم يتم حسم الأمور بشكل دقيق الحكومة ملزمة أو يجب أن تحسم موضوع الرواتب والنفقات الأساسية للشعب العراقي جميعا بما فيه شعب إقليم كردستان لكن أيضا على حكومة إقليم كردستان أن تتعاون في بعض الإشكاليات المتعلقة ببيع النفط أولا ومتعلقة بموضوع المنافذ الحدودية حسنا إذن من تلك الاحتياطيات والموارد الأخرى موجودة في العراق حصة إقليم كردستان هل هناك حصة الإقليم كردستان في تلك الاحتياطيات أو المصادر وإذا ما تم بموضوعات المختلفة كما قلتم أن يتم اقتراض المبالغ هل من المفترض على حكومة الفدرالية أن تعطي أو تفرز حصة إقليم كردستان أنا بالتوار يعني التصور هي ملزمة وليس يعني ليس خيار للحكومة أن تعطي جزء من العراق ولا تعطي جزء أي ذهاب إلى الاقتراض الخارجي أو الداخلي أو استخدام الخزين أو طبع مبالغ نقضية جديدة يعني أي باب لتوفر فيه يعني سيولة لحل لحل المشاكل أو معالجة العجز الحاصل يجب أن يكون بالتساوي أو بنسبة معينة بين جميع العراق إذا استطاعت أن تحل المشكلة بنسبة 100% تحل بنسبة 100% لجميع العراق بما فيها قلتم كردستان وإذا كانت أقل من ذلك أيضا تكون نفس النسبة أما أن تحل المشكلة في جزء ويترك في جزء آخر أكيد هذا لا نقبل به وغير منطقي ولا الحالة الدولية أيضا ما تقبل به أي تعامل دولي مع العراق يجب أن يكون لجميع العراق وليس لجزء دون جزء قبل فترة قصيرة تم انتقاد فؤاد حسين وزير المالية بأنه بغير العودة إلى البرلمان أرسل مبلغ من المال إلى قليم كردستان وأنتم أيتم فؤاد حسين وقلتم بأنه لم يقوم بأي عمل غير قانوني ولكن السؤال ليس هنا السؤال هو هو في شهر شباط كان المفترض أن يتم دفع مرتبات شهر شباط ولكنه تم تقديمه في شهر آذار وفي شهر آذار تم دفعه في نهاية شهر آذار هل تعتقد بأن هناك في وزارة المالية أشخاص هم من يعرقلون إرسال مرتبات إقليم كردستان وهل هناك ربط فيما يخص هذا الموضوع بشخص فؤاد حسين وزير المالية أولا سيد معالي وزير المالية رجل يعمل بمهنية وبحالة وطنية وينظر للعراق مناظرة واحدة وليس له أي نشاط يحسب على أنه انحاز للإقليم على حساب بقية العراق يعمل الجميع بنفس الروحية الحالة ما أشيع ضد السيد وزير المالية كله من باب المناكفة السياسية ليس أكثر ومن باب الضغط السياسي الإشكالية تمويل المحافظات وتمويل الإقليم هي حقيقة إشكالية حسابية الحسابات المفتوحة لدى وزارة المالية في المحافظات هي حسابات خزينية يعني حالة حسابية أن تمويلها يكون بشكل مباشر تمويل الإقليم يكون عن طريق المناقلة المناقلة خارجية المناقلة داخلية لكن لذلك تتأخر يعني يمولون جميع المحافظات ثم بعد ذلك هي يمول الإقليم وهي مثلا ربما محافظة تمول يوم 25 والإقليم يمول يوم 26 يعني العالم مالية لأن الإقليم مبلغ أولا كبير ليس كالمحافظات والمؤسسات يعني يأخذ كل دفعة واحدة لذلك غالبا يتأخر إلى نهاية الشهر لا أظن هناك نفس وكيد ربما يوجد بعض الأطراف السياسية لكن كموظفين في وزارة المالية لا نشعر أنه لديهم انحياز أو لديهم موقف سلبي من الإقليم أو غير الإقليم يعني ينظرون للعراق جميعا على أنه عراق وأنه واجبهم هذه المبالغ يوصلوها إلى مستحقيهم ليس لهم أكثر من ذلك لكن هو حقيقة الإشكالية قبل فترة كان يقال بأن مدير عام لم ينفذ الأمور التي عليه في وزارة المالية ولذلك تم تأخير تفعروات بقليم بردسان لا أظن ذلك ممكن يتأخر بسبب مشكلة أخرى يعني ممكن لكن لا أظن لأن لم أسمع أن مثلا وزير مدير عام المحاسبة الرجل الإمرأة هي حقيقة متعاونة وليس لها أي نفس وهي المعنية بشكل أساسي بهذه التمويلات لكن ما سمعنا أن هناك أحد يستطيع أن يعرقل وبالذات سيد الوزير هو متفاهم مع أركان وزارته ويعملون بروحية واحدة إذا أصدر أمر ينفذ لكن هو حقيقة هناك إشكالية وضعت في نص الموازنة هذا هو الخلاف الذي حدث في نص الموازنة وضع نص ودخل حقيقة إدخالا لم نشعر به جميعا أن تمويل حسابات إقليم كردستان لا تتم إلا بعد موافقة رئيس الوزراء وبالتالي خلافة لبقية المحافظات بقية المحافظات وزير المالية يمول بشكل مباشر إلا الإقليم ضيف نص في متن الموازنة ما شعرنا به إلا لاحقا هذا الموضوع رئيس الوزراء صدر قرار من مجلس الوزراء وخوى الوزير المالية بأنه يمول بشكل مباشر هنا حدث الاعتراض هل قرار مجلس وزراء يقيد النص الموجود في قانون الموازنة أم لا كنفس أنا لا أشعر بهذا النفس يعني بحكم عملنا في داخل وزارة المالية لا نشعر لديهم نفس ضد أحد أو مع أحد أو لديهم حالات سياسية جميع أركان وزارة المالية يعملون بنفس مهني تجيهم أموال يوزعون هذه الأموال حسب الخطة وحسب ما يقره السيد وزير المالي في الفترة الماضية تم الحديث كثيرا عن نسبة البطالة والفقر ارتفع كثيرا هناك بعض الأرقام قد قيلت في هذا الصدد هل ما هو الرقم الحقيقي عندكم وفي هذه الفترة خاصة كيف يستطيع العراق أن ينتصر على البطالة والفقر يعني بشكل واضح العراق أي معلومات دقيقة عن وضع الاقتصاد الداخلي غير موجود لعدم تحت إجراء أي إحصاء وعدم موجود دقة حقيقة مهنية في مؤسساتنا وبالتالي موضوع البطالة هو موضوع فضفة والتقديرات هي عبارة عن تقديرات تخمينية لا يوجد أي طرف يعني يستطيع أن يخمن أو يدقق بشكل دقيق ليش؟ لأنه اليوم لما انتهب إلى وزارة العمل إلى الرعاية الاجتماعية تجد مميسورين الحال وهم يستنمون معونات اجتماعية هو بالحقيقة يحسب على أنه من العاطلين لكن هو بالحقيقة استطاع أن يتحايل على القانون أو على التعليمات وسجل نفسه ضمن العاطلين وهو بالحقيقة ليس عاطل يعني هو صح ليس موظف لدى الدولة لكن هو لديه مصلحة لديه عمل لديه زراعة لديه صناعة لديه تجارة لكن هو استطاع أن يخفيها لعدم وجود الإحصاء وعدم وجود الأتمة الإلكترونية لمؤسساتنا وبالتالي الأرقام تزيد مرة تصل في بعض المحافظات يمطون أرقام 30% بطالة ومرة تصل إلى الرقم الطبيعي اللي هو 9 إلى 10% مرة 15% كلها أرقام تخمينية تعتمد على ضوء بيانات تقديرية ليست دقيقة والسبب هذا الموضوع هو أنه ماكو نظام إحصائي دقيق يوضح الصورة للمشرع أو للحكومة بشكل واضح لدينا أقل من دقيقة سابقا قلتم بأن أنبارج من يكون أقليما مستقلا هل أنتم على نفس الفكرة لحد الآن؟ يعني أكيد هو هذا رغبة حقيقية النظام العراقي هو نظام فدرالي نظام أقاليم ويجب أن تكون جميع محافظات العراق ليس فقط الأنبار ليستقر الوضع السياسي ودارة الحكوم لأن حقيقة يكون تصارع الآن بين إبقاء المركزية أو إعادة المركزية ومسكة السلطة بشكل قوي وبين رغبة أن تنفيذ روح الدستور اللي هو النظام اللامركزي واسع الصلاحيات واللي هو لن يتحقق إلا بالأقالي شكرا جزيلا استغرق فيصل عيساوي عضو في إدلاف القوة اشتركوا في القناة